مساء خير عليكم يا بايبي. عاملين ايه? حالة الجدي عاملة ايه الشهر ده? الجدي حزين. نقصوا يعني القوس عنده افلع. دي حاجة واللي بيمر بي الجدي ده ده حاجة بني خاطص. ده فيه هنا فيه خسار كبيرة. فيه حاجة الجدي. فعلا يعني كانت ده زعلان جدا. وندمان في حالة ندم. انا خسرت حاجة كبيرة جدا. يكون معرفش خسر ايه. بيتشاري خسر شخص. خسر حاجة. خسر نفسه. فيه حاجة خسرها. خسر كرامته. خسر حاجة. المهم هو حبيل جبدان. زعلان جبدان. وهو متزحب تماما يعني هو مش شايف حاجة عادية. فيه حاجة بيقولك الكارت ده بور لي بورك الجدي. لا انت مخسرتش كل حاجة. يعني فلنفرض انه مثلا انت خسرت شركت مثلا مزععلك في حاجة وحس انت خسرته. لا انت الديت كتير قوي. سر يا معا. يعني ما تزعلش انك انت الديت. انت عملت بالشكل كويس وبطريقة لائقة وكل حاجة عملت اللي عليك. فما فيش داعي للبكاء على اللبن المسكوب. انا بساني كتابت ده. ان انت بتعيط على اللبن اللي الدلق. اللي الدلق الدلق خلاص في ستين داعي. يا رحمه يا رحمه. فخلاص اللي حصل حصل. عندما تزعلش نفسك ابتدي دور على النور اللي بواك. الدنيا عندك. ما تطلبهم يا خادس. فيه نور لسه جواك. دور عليه وكبره. كبره. ايا كانت الخسارة. ايا كانت الخسارة اللي حصلت لها. لا مش اخر دنيا. مش تقسمها اخر دنيا. تمام. وما تعنيتش. ما تعنيتش. لا خلاص. لو حاجة خسرتها بسين داعي. لا مش في نفسك كده. اللي جاتي نبسه في ايه. ده هايرفنت. ده هايرفنت هنا. عارفين لما تبقى الدنيا بوضت. وانا عايز بوضها كتر. بقى ابو سيبقى انا ايه. حبوض الدنيا خاص. ده معناه ان انسان بيمر بتجربة مخيفة جدا. وصعبة جدا. قصية جدا. يعني. بيهد المعبد على دناغه. مش مش ده حسن. مش ده باص. طب انا حبوض الدنيا خاص بك. ليه يا حباية. ليه. على الهادي خاص. ايه اللي حصل. الموضوع مش مستاهل انك تهد المعبد على دناغه بالشكل ده. طيب. ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك. يا برج الجدي. طلع لهواك. لا. طلع لهواك. لو انت محتاج تشارح الحد على حد. والموضوع فعلا انا شايفة ان هو ممكن يكون يستدعي. لو دي علاقة عاطفية. لا ممكن نبديد ان يجأ بقى للناس الكبار. ونحكم الناس الكبار. وحصل كذا كذا كذا. مين الغلطان. احكم حد. وشايفة انه لو في حد مزعلك. من صحابك من قريبك. ايه ان كان هو ممين. لا بص بقى عصايتك. وروح بقى ايه. طلع اللي عندك كله. ما تكتمش جوه نفسك. ما تكفتش جوه نفسك. وطاقة. تعمل نفسك كذا. لا. قول اللي عندك. لو هتتخاني. اتخاني. مش مشكلة. اتخاني. وزع. وعمل اللي انت عايشة. بس انت ما حصلتش كذا. تمام. خد بالي فعلا. لو جاية. اه. اه. خسارة شخص. كل يعني. ما بيش حد عزيز على ربنا. كلنا في الاخر رايحين. قول الحمد لله. في مكان احسن. ونصبر نفسنا بالكلام ده. ندور على النور اللي جوانا. لحد ما نعدي الازمة دي. لو. اه. هي في حد بعد عنا. ما بالستين ده. هعمله ايه. يعني. انت عملت عليك. اجتهد. خلص. ما تزعلش. تمام. في كل الحالات. لازم تخرج من الحالة دي. واصع وقت ممكن. فاحنا بنتكلم. انا. الرسالة الجاية. اني اخترت ده. انو حد. بيطلع الطاقة لجوا. يطلع الطاقة سربائي لجواك. اي ان كان شكلها عامل الزي. لو حتطلعها. مسلا يعيف. اهلك. فقريبا. انك تدخنك. والاسباب من غير سبب كده. طلع على الغضب لجواك. اوكي. طلعوك هترتاحة. طيب. ايه الحاجة اللي انت مش عارف تحققها. او العقابات اللي قدامك. مش عارف توصل لسلام دي خلي. السلام. مش عارف توصل لحتة السكينة والسلام. الكاركة ده لي نصايح. هو مش كده كده وخلاص. بيقولك. افصل شوية عن السوشيال ميديا. او خلينا قولي. لو الناس هم اللي بزعالين لك يعني. لا افصل شد الخيشة ولا حسمع بقى انتو بتقولوا ايه ولا حدقيق نفسي اصلا. ولا حبصي لكو اساسا. انربيز. خش بوا نفسك. انا بس. انا بس. انا بس. انت قاعد معا نفسي بس. الكاركة ده كمان معناه الصلاة التعبود دي اللغة الجسد بتاعت الكاركة انه انت هتوصل للسلام. الاسليب المساعدة. انك تبتديك تعمل صلوات وتدعي. دعوان كتير جدا تدعي. التأمل كمان كويس جدا جدا. اني افصل شوية عن الواقع. خلاص اعيش شوية في خيالي انا. انه انا روحت مكان تاني خالص. وفي حتة تانية خالص. نفصل شوية من العالم المادي. وشوية نخش فيه حالة فيها رحانيات بكتر. وان انت تقابل نفسك. فعافين الحتة دي تقابل نفسك. تمام? فدي التحديات اللي عند جرج الجدي الشهر ده انه يوصل لمرحلة السلام. كله في ايدك. والحاجات اللي بتساعد زي ما قلنا. العبادات. الصلاة. الدعا. الحاجات دي كلها. التأمل. كل الحاجات دي بتساعد جدا ان شاء الله توصل لحاجات كويسة. طيب. النتيجة بقى بعد كل القرف اللي انت معدي بها يا جرج الحمل الشهر ده. ايه اللي انا شايفة في الاخر؟ طيباني الكارت ده الكارت ده. اما امومة. تمام? المستنين اطفال المستنين حمل. اوكي? والله ابو اعلم. وممكن يكون اللغبطة دي كلها بسبب حاجة زي دي. نشك. اه جواز انه طبعا احنا اتعودنا وجرى العرف انه قبل اي جواز لازم بتحصل او كم من مشاكل المهول ده والصدمات الفضيعة بتحصل. اه او خلينا نقول انه اذا كان لده ولا ده. فالجدي بيوصل للحد اللي هو عايزها. لا هتوصل في الاخر ان انا لا انا مبسوط. وبيرجع تاني في حالة عطاء. وحب للنفس وحب للاخرين. والدنيا هتعدي بشكل عادي جدا. النصيحة اللي هنصح لك خرج الجواك الاول. الاول خرج الجواك. تطلع الحاجات اللي بزعليك. في اي صورة بقى اتعيط. اتعيطي. ايا كان الشكل اللي بقى عمل ازاي. كل واحد دي طريقة اللي هو بيخرج الطاقة السلبية اللي بواء او الغضب اللي بواء. تنفسه. اتقم. اعملوا يوجا. الحاجات دي كلها اهدوا شوية. ونوصل للسلام الداخلي بتاعنا. ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسة لده. فنفسيا شايفة الجدي شهر ده. لا فعلا تعبان. اكتر الاجراج اللي قرناها النهاردة وفعلا بيعاني جامد جدا لشهر ده. بس شايفة النتيجة في الاخر هتكون حلوة. مرضية للجدي. ان شاء الله هيتمها بصمت. احضر الله. تعالوا نشوف ماديا وصحيا اخبار الجدي ايه. ماديا اولا. هل حلو قوي. الحالة المادية عند الجدي ان شاء الله مستقرة. اه اه. لا هي خلينا نقول على اقل تقدير مستقرة. ان دي كينج مطاقية. فالحالة المادية عنده كويسة جدا لده. ماشاء الله حلوة. بالنسبة للصحة. كمان كويسة جدا. الحمد لله الصحة هيلة ما شاء الله عند الجدل. آآ نشاطه كويس والدنيا عنده كويسة جدا مع انه نفسية مش فزيعة. بس الحمد لله الصحة حلوة الحمد لله والحل المادية مستقر. بالشكل كبير شايف انه ان شاء الله ممكن يحصل يعني في هنا حاجة قطعة مسافات سريعة هنا ان شاء الله ممكن يحصل وهنا في حالة الرضو انه بيحمد ربنا الحمد لله وده اللي بتستعونه ان شاء الله اسم الله والله اعلم طبعا يحصل. طيب نبتدي بقى الاريه العطفية العافية اميه. اوكي. العطفية بورج الكاتدي. بصي حبيبي الصحة طبعا انت اضرب حاجة بس ممكن تكون الحالة النفسية لو القراءة العامة المنطبقة عليك الحالة النفسية مؤثر على حالتك اللسدية. يعني انا من الناس لما بزعل على طول باعي. على طول بعاني من مشاكل يعني مباشرة في الصحة. فلو دي الكيس عندك الموضوع كله لك حالتي نفسيا هتبقي تماما. فانما لو الكيس غير كده وحبيبي ربنا ان شاء الله يعافيكي عندي مشاكل احتمي بالموضوع احتمي المخدر يشوفي التبع يعني. طيب معلش احنشطي كده 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 كده. فيه جزء من الحالة العامة عند بورج الكاتي بسببها العطف. جزء بس مش كله. يعني مش زي مثلا ما شوفت عند القوس انه الحالة العاطفية جزء كبير جدا يعني حوالي 90% من حالة العمل. ما أثرة على حالة العمل. النسبة الي جادي فيه نسبة او بس مش كبيرة زي القوس. القوس حالته عاملة ازاي؟ القوس شايفة انه هو عنده حتة حاسس انه هو مسلوب الارادة قدام شريكه. تمام؟ انه الشريكه هو اللي بيتحكم في مصاري الامور. افرح ولا لاحظ عنه. عنده يقول لحب صحيح. كأنه هو اللي مسيطر على الامور. وده بمزاج اللي جاتي على فكرة. هو مش غزب عنه هو مزاجه. هو لو عايز ما يبقاش فيه تأثير مش هيكون فيه تأثير. بس هو بمزاجه مستسلم تماما مستيب الموضوع في ايد الشريك. تمام؟ ثقة بقى بيصد فيه جدا. هبلي. احنا مش قادرين نعرف. لكن دي مش من الحاجات الكويسة المشروفة في العلاقة. انه الشخص يكون هو اللي بيقرر للتاني حيبقى مبسوط ولا لا. لا معلش. مش مش ده خالص. مش صح خالص. يعني حتى لو فيه مشاكل. وانا شايفة ان اطاقة فيها مشاحنات. هي. اطاقة فيها مشاحنات. انه انا اتأثر بالشكل الفضيع ده. بناء على رغبة شريك. لا. ده ابني ادم زي وزي. وهو معدوش الادارتي والقوة ان هو يتحكم في حياتي والشكل العام. ونفسيتي بشكل ده. يعني حاول يا بوربي الجادي. ما تخليش السيطرة الكاملة في ايد شريكك. تمام؟ شريك الجادي الجادي الناحية الثانية انا شايفة ان اموره تماما تمام. يعني مفيش بعد كده. عمله درس طبع. يعني لو مشكلة. 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 في مشكلة عاطفية ما بين الجادي واشريكو. انت متبهدل خالص. وهو تمام. اه مفيش حالة خالص. لا فعلا ومش بيمسك. لا هو فعلا تمام. هو ممسوط جدا. والدنيا عنده تمام جدا. كميس؟ الجادي نفسه في ايه؟ لو حصل انفصاد. او بعد بشكل او او اخر ما بين الجادي واشريكو الجادي نفسه يرجع. نفسهي رجع. نفسهي صالح. يمكن يبدو ان الجادي اخطئ يمكن الله اعلم. عشان كده اعز يعتزر. او ممكن يكون ماخطقش ولا حاجة. وديا إيه اللي جائان execut hotline هو مغلططه بسبب يريد عاهز يعتزر. بتعتزر على ايه؟ لو انت ما غلطش تعتزر على ايه؟ فكلت الطاقة بالزبط اللي جائلي انه هو عايز يرجع، يعني تماما؟ شريك الجدي نبسه في فرصة ان الوضع يتصلح. يعني هو مش سيء انه قوي. هو عايز فرصة ان الامور تتصلح وترجع تاني في الشكل الطبيعي بتاعه. عايز فرصة. يعني هو مش حيامل ده من نفسه لوحده. لا هو لازم يبقى فيها عامة خارجة مبورد فهي تيجي كده. يعني صدفة. فاهمين قصلي ازاي؟ فهو عايز فرصة. الجدي شايف شريكو ازاي؟ المحدد. اما انه فيه تروح لي بحاجة من اثنين. فيه حالة كانت مستخبية وتعرفت. وحاجة مستخبية دي مش لازم دماغنا تروح لي بعيد الخيانة والحاجات دي كلها. لا. ممكن تكون الحاجة دي طبعة مثلا. كان مستخبية يعني الجدي ما كانش يعرفه عن شيء. واف. بان. ظهر. فابتده انه هو ايه؟ فيه حاجة كشفت. فده الاكتر اللي انا شايفه انه فيه حاجة كانت مستخبية او محبوبة عن الجدي وعرفها. تمام؟ طيب. الشريك الجدي شايفه ازاي؟ متحصر. انا اتضحك عليك. وليكنش اتضحك عليك. ففيه حالة حصرة. اللي هو لا انا مكنش اعمل حسابي على كده. او انا كنت ابدو وقع احسن من كده. ففيه حالة حصرة شوية. حلوة او كويس ان انت شارك يعني الحمد لله. طيب. ايه اللي بيحصل الشهر ده. الطاقة طبعا زي ما قلنا فيها مشحنات. فيها جدال كتير قوي جدال جدال جدال. ايه الشهر ده اللي بيحصل. فيه حالة ايه؟ ترقب يعني بترقبوا بعض. فلو انتو حصل عندكوا بعض. فلسه مرقنين بعض. لو انتو مع بعض كل واحد هيعملي بقى. هتعملي معي دلوقتي. في حالة ترقبوا. بترقبوا بعض. كويس؟ وحظر شديد جدا. بتعمل مع بعض بحظر. فايس؟ حلو جدا. طيب. ايه اللي بيحصل الشهر اللي بعده اللي هو شهر الستة ولو اعلم طبعا كيه حالة تخوط شوية. يعني شوية كويسين شوية مش كويسين. انتو لسه مش فاهمين يعني فيه حالة تخوط. لانا شيفاء اكتر حالة تخوط. شوية امور كويسة جدا. شوية مش الاحسن حاجة. موضوع متقلب زي الموك طلع نازل. ففيه عدد استقرار شوية الشهر اللي جاي. لكن الموضوع متقلب زي الموك ط الموضوع شايف على شهر سبعة والله واهلا برضو طبعا بيتحسم. يعني خلاص بنبكدي بقى ايه انتا عافع من الضربة اللي جات الشهر ده. والتعافي ده يا جماعة طبعا والله اعلم حيبان معنى اكتر في وقت الشهر قرية الشهر. هل العق الجاتي بيحسم الموضوع. وخلاص انا هقفل الصفحة ده تماما. وطلع الانسان ده من حياتي خالص. ولا بقفل الصفحة الوحشة ولا كده صفحة تجيجا مع بعض وبنسب حاجات الوحشة. حيبان معنى اكتر ان شاء الله في شهر. سبعة. ابقوا معنا. تماما. تعالوا شوف قروط الحكمة. هننصحكم بايه بورك الجديد.